تصريف الناقص الواوي في الماضي أتذكر الناقص هو ما كانت لامه حرف علة وهو نوعان واحد ناقص واوي مثال ذلك سما يسمو خطى يخطو دنا يدنو اثنان ناقص يائي مثال ذلك بكى يبكي سعى يسعى جرى يجري أتعلم تصريف الناقص الواوي في الماضي الأفعال دنا يدنو خطى يخطو سما يسمو الزمائر المتكلم أنا دنوت خطوت سموت نحن دنونا خطونا سمونا المخاطب أنت دنوت خطوت سموت أنت دنوتي خطوتي سموتي أنتما دنوتما خطوتما سموتما أنتم دنوتم خطوتم سموتوا أنتنا دنوتنا خطوتنا سموتنا الغائب هو دنى خطى سمى هي دنوت خطت سمت دنوا خطوا سموا هما دنتا خطتا سمتا هم دنوا خطوا سموا هن دنونا خطونا سمونا القواعد تكون حركة عين الناقص الواوي في الماضي دائما مفتوحة لا يحذف حرف العلة إلا حين يقترن الفعل بتاء التأنيث دناتا تصبح دنتا بواوي الجمع دناو تصبح دنو تظهر الواو مع ظمير المتكلم أنا أدنو يختم الناقص الواوي في الماضي بألف مد إذا أسند إلى الغائبين هم دنوا التمرين الأول أعيد صياغة الجملة حسب الطلب دنى مصطفى من الكلب ثم عدا هاربا ونجابا بنفسه ليلة نحن الإجابة دنى مصطفى من الكلب ثم عدا هاربا ونجاب نفسه دنت ليلة من الكلب ثم عدت هاربة ونجت بنفسها نحن دنونا من الكلب ثم عدونا هاربين ونجونا بأنفسنا التمرين الثاني أعوذ صديقي بصديقتي ثم بصديقاتي خطى صديقي نحوي ودنى مني وقال لي لقد سهوت عن تلاوة آية كاملة الإجابة خطى صديقي نحوي ودنى مني وقال لي لقد سهوت عن تلاوة آية كاملة خطت صديقي نحوي ودنت مني وقالت لي لقد سهوت عن تلاوة آية كاملة خطونا صديقاتي نحوي ودنون مني وقال لي لقد سهوت عن تلاوة آية كاملة التمرين الثالث أعيد كتابة الفقرة التالية بالماضي كانوا يطفون ببيت الله الحرام ويرجون الله ويدعونه أن يعفو عنهم ويحميهم من كل سوء الإجابة كانوا يطفون ببيت الله الحرام ويرجون الله ويدعونه أن يعفو عنهم ويحميهم من كل سوء التمرين الرابع اجعل الأفعال المسطرة مسندة إلى المثنى المخاطب ثم إلى جمع المتكلمين شكوت من صعوبة الامتحان ودعوت صديقي لمساعدتي لكنه اعتذر الإجابة شكوت من صعوبة الامتحان ودعوت صديقي لمساعدتي لكنه اعتذر المثنى المخاطب أنتما شكوتما من صعوبة الامتحان ودعوتما صديقكما لمساعدتكما لكنه اعتذر جمع المتكلمين نحن شكونا من صعوبة الامتحان ودعونا صديقنا لمساعدتنا لكنه اعتذر ترجمة نانسي قنقر